عملت كل أنواع الرجيم ومش بنزل في الوزن الجملة دي بنسمحها كتير يمكن كتير مننا بيمر بنفس التجربة بيحاول يجرب أشكال كتيرة من الرجيم لكن ما بتأثرش أو ما بتبقاش نتيجة زي ما هو بيتمنى الموضوع ده بيخلي ناس كتيرة جدا بتحاول تعمل رجيم ويعني تخس وتقلل من وزنها تشعر في لحظة كده بالإحباط طب إيه الفايدة؟ إيه جدوة من أشكال الرجيم اللي أنا بعملها مدام ما فيش نقصان في الوزن أو أي نقصة بيحصل في الوزن أسألة كتيرة بتدور في دماغ كل واحد بيحاول يجرب شكل جديد من أشكال الرجيم اللي ممكن يساعدني في ده هل في أمراض معينة ممكن بتوقف القدرة على حرق الدهون زي الغدة الدرقية أو القولون أو السكري ممكن تبقى فيه أسباب تانية كتير هنحاول يعني نعرف ده النهاردة يهبى في الفقرة الأخيرة من صباح أكيد يا محمد القضية دي بتشغلنا كلنا الحقيقة سيدات ورجال ويمكن كمان بتطال الأطفال نتيجة التعادات ممكن ما تكونش غزائية سليمة أو الوجبات السريعة دكتورة نوها سعيد استشاري التغذية العلاجية هتكون معنا في هذه الفقرة في صباح الخير يا مصر صباح الخير صباح النور صباح على حضرتك صباح الفور وخلينا كنا نبدأ بسؤال إم تقول أنا كده زايدة في الوزن أنا زايدة في الوزن على حسب لو أنا ماشي أوريدي على ضغط طول عمري يعني أنا ماشي على نظام غزائته العمري ومخلابة لي من أكلي وحتى رنجي لنفسي مثلا من ستين لخمسة وستين فبقيت سبعين فأنا كده زايدة في الوزن لكن لو أنا عندي مشكلة صحية يا مثلا عندي خشونة في المفاصل عندي مشكلة في رأبتي عندي مشكلة في ظهري عندي مشكلة صحية تتطلب مني أن أنا أبقى فويت معين أبقى ستين فما ينفعش أبقى خمسة وستين خمسة كيلو دولار يأسطروا علي شوفي أنا بكلمك ستين سبعين بكلمك في أرقام قريدي قليلة فهي على حسب على حسب الطول على حسب الحالة الصحية الحالة الصحية حالة الصحية أنا زايدة أو لا على حسب حالة الصحية أنا في ناس بتجيلي وبثبتهم على تمانين برغم أن تمانين كيلو ده يعتبر رقم أوفرويت مش أقول ثمنة بس يعني وزن زيادة بس هي مفصوطة كده تحليلها زي الفل صحتها حلوة جدا شكلها حلوة جدا هي راضي عن نفسها خلاص مرضى الضغط مثلا مرضى الضغط لازم يخسه مثلا مرضى الضغط لازم يزبطوا أكلهم أكتر من أنه يفكر أنه يخس هي مش القصة أن أنا خس طيما أنا ممكن أبقى رفيع وعندي ضغط لأ 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 فؤلاء لما أفقد وزن أكتر ده يعني بيخلي بيزبط معدلات الضغط لما أفقد دهون كمان أكتر من أن أنا أفقد ميا لأن كمان أغلب أدوية الضغط بتبقى هي حاجة اسمها وتوريتنشاني بتنزل مية زيادة من الجسم فبيبقى النزول ممكن يبقى نزول مية أو نزول عضل وده احنا بنسميه ان انا كده خدت من صحتك لما نزلك مية وعضل يبقى انا كده خدت من صحتك لما نزلك دهون يبقى انا كده بحافظ على صحتك او بزبط لك صحتك ده اللي فيه قياسات كتلة الجسم اه طبعا ده بقى ازاي بتحددي الوزن المثالي وازاي بتقسيها على حسب بقى الامباضي على حسب لو انت عندك مثلا لو انت هتقفي على جهاز فات كومبوزيشن بيطلع لي تحليل للجسم كله دلوقتي اجهزة يعني ما بيبقاش زي زمان كنا بنحسب الوزن والطول والعمر يعني حزبة كده رياضية دلوقتي عند اغلب المراكز او كمان الصيدليات النوادي جمات كل الاماكن دلوقتي بقى فيها لو حتى مش جايبين انباضي عالي يعني حاجة سمارت او حاجة عالية ممكن بيجيبوا حاجة كده بسيطة سمع فات كومبوزيشن بتطلع لي التحليل الى حد ما نقول بنسبة 70-80% تحليل للعضلات اه الدهون والعضل والمية والمعادن طبعا مش بتجيب الفيتامينات الفيتامينات دي لازم دم نسبة الدهون الحشوية نسبة الدهون الخارجية نسبة الدهون الداخلية نسبة الدهون في الاطراف بيطلع لكل حاجة العظم بعد ما عرفها بيتحدد بقى لو انت مثلا عندك وزن زيادة بس عندك مشكلة في العظم يبقى حضرتك لازم تعملي التحليل دم عشان امش هينفع ابدأ معك دايت من غير ما شوف باقي المنرالز ما هو العظم دوت عبارة عن ايه كالسيوم بيتامين ديل املاح معدنية بوتاسيوم صح فدي معادن فلازم عمل لك تحليل المعادن لما عمل لك تحليل المعادن اشوف ايه اللي واقع ازبطه في اكلي لو الدنيا هتبقى مظبوطة معاك تمام كاكل بس انت مش محتاجة سبليمانت اي حاجة يعني مكملات غذائية او اي حاجة من بار طب لو الاكل الواحده مش كفية انت نازلة من النسب لأ حاجة محترمة نازلة يعني ده قبل ما تجيلي طبعا مش اللي انا بقولك عليه ده في ناس بتعمل دايت مع نفسها بتوصل لحاجة اسمها مال نيوتريشن يعني سوق تغذية صحيح وبتبقى تخينة على فكرة يعني مش شرط انها تكون رفيعة او انت شايفاني عندي نحافة او رفيعة قوي عشان يبقى عندي سوق تغذية ممكن يكون له فيعة بس المعادن بتاعتي مظبوطة تحليلي تمام صحتي كويسة جدا بس عالتي كلها رفيعين فانا رفيع انا ماخدت جين طيب عايز اسألك السؤال اللي احنا ابتدنا فيه الانترو الفقرة فكرة انه فيه ناس كتيرة جدا بتجرب اشكال من الرجيم وبتخسش ما هي دي المشكلة بقى نا لا بجرب اه بجرب من غير ما اخدها بشكل علمي زي ما حضرتك قلتي معدلات الحرق هنا برضو يعني حرق الدهون والحاجات دي بتختلف اولا من راجل لست او من عمر لعمر التاني اكيد طبعا وازاي تتضبط بشكل يضمن لي في النهاية ان انا افقد يعني من وزني شكل معقولي خليني بصحة جيدة هي بس الفكرة ان الناس تبقى مركزة اكتر في صحتها هي الناس بتبقى بصة قوية على الميزان يعني انا منفعش مثلا اقارن حد يعني انا جيت لحضرتك وانا 120 كيلو هل زي ما جيت لك وانا 80 كيلو يعني انا 120 كيلو هخص في الشهر اد ايه مثلا اقل حاجة من 10-15 كيلو لان انا اصلا وزن بدء كبير لا مهو كمان بيبقى فيه اثار سلبية للخصية المرة واحدة دي لا يا سبتي هنقول ان خليني معاك ان ما فيش اثار جانبا يعني خليني معاك ان انا هنزل هبقى زي الفل بس هل لو انت جات لك واحدة 120 كيلو او 140 كيلو او 100 انا بيجي لغاية 170 و180 كيلو هل هقارنها بواحدة 100 كيلو اكيد لا هل هقارنها بواحدة 80 كيلو اكيد لا هل هقارنها بواحدة 60 كيلو وعايزة تنزل تبقى 50 مثلا لا دي اكيد هتنزل في الشهر من 10-15 كيلو دي هتنزل في الشهر من 8-10 كيلو دي هتنزل في الشهر من 6-8 كيلو دي هتنزل في الشهر 4 كيلو أنا نفس الدكتورة على فكرة اللي كاتبة نفس العلاج اللي كاتبة نفس الورقة اللي كاتبة نفس النظام هي الفكرة أنت بدأ بكام ما ينفعش أنا وإنتي عاملين دايت أنا وإنتي نخص زي بعض لا أنت يقل مني طبيعي أنا أخذ أكثر منك في الأول ده طبيعي يعني ده طبيعي بس ده الناس مش بتبقى فهماه فلازم تعود يتفهمي اللي قدامك دي حاجة حاجة تانية أنا طول عمري بعمل دايت هل هب أنا زيك مثلا أنت أول مرة تعملي دايت لأ طبعا لأن أنت أكيد تخصي أكتر مني لسه حرقك شغال أنا جسمي عارف كل الأنظمة تقريبا فلازم أمشي على نظام يناسبني أنا بغض نظر النظام ده هينزلني بسرعة ولا لأ ممكن أديك نظام كيميائي ينزلك 10 كيلو في 10 تيام زي دلوقتي فيه تريند جديد اللي هو نظام الكوري اسمه الدايت الكوري 10 كيلو في 10 تيام اتفرجي على نفسك بعد 10 تيام أصلا هترود دي تيام لا هو اتفرجي على نفسك أثناء 10 تيام أو أنت مش تعرف تشتغلي أبسط حاجة صحة الصحة بالضبط حاجة هوقعك في 10 تيام هو دايما كمان بيتقالي أن اللي بينزل على فترة طويلة مش بيرجع تاني بالسوط لأنه بينزل دهون وهو ده اللي أنا قلتولك في أول الكلام الخلايا الدهنية نفسها بتقل في الجسم استحالة استحالة الدهون اللي بقالها خمس ست سبع عشر سنين تنزل في شهر هل فيه ست معين بيبقى فيه سرعة معدل حال يعني مثلا بعد الأربعين بيبقى الموضوع صعب شوية على الراجل أو الست ولا في أي سن لا لا في أي سن أنا عندي ناس 60 سنة و70 سنة الله هو أكبر خسين أحسن من ناس 18 سنة و20 سنة مش مرتبطة بالسن جزء منها مرتبط بالسن بسن تتكلم في 20% لكن عندك 80% ملوش علاقة بالسن 80% اللي علاقة بالعداد الصحية الصح بإن إحنا بنام بدري ونقوم بدري بنشرب مياه كفية بنعمل تمارين تنفس باتمشى صحيتي النفسية كويسة مش طول الوقت متوترة فالكورتزول لفل عالي فانا طول الوقت هرموناتي ملغبطة فانا صح ولا لا؟ الرياضة مهمة كمان جدا مهما اخترت نظام غذائي مناسب لي والجسمي كل حاجة من غير الرياضة كأني معاديش حاجة؟ بص هو خلينا بس نتكلم لو هنتكلم بقى بشكل علمي عشان احنا منتكلم دلوقتي عالدهون فهي الرياضة ملهاش علاقة قوي بالدهون يعني الرياضة بتزبط لك عضلاتك بتزبط لك حالتك النفسية بتزبط لك مودك بتزبط لك حرقك اللي على المدى بيزود الحر؟ بيزود الحر اللي على المدى ما هو على المدى بقى لكن انا مثلا عندي كونسيرن طبي او انا عايزة خص دلوقتي او عايزة خص بسرعة لا هو ده بستخدم حاجات خاصة بالدهون اكتر لكن ده ما يمنعش ابدا وما يقللش ان الرياضة حاجة مهمة جدا للبني قدمين ان احنا حتى ابسط حاجة نمشي انا مش قادرة امشي اعمل تمرين التنفس في البيت ممكن وانا قاعدة بتكلم معاكي كده لو احنا واخدين بريك ربع ساعة زي ما عادنا الاول هحط ايدي على بطني ابدأ اعمل تمرين التنفس هتبقى ربع ساعة مش وقت ومش كتير بس هي هتنفعني بعد كده هتفدني في حياتي بعد كده لكن عشان افقد دهون لا محتاج ان انا اعمل مثلا اجهزة لازابت الدهون اعمل ضايت فترة اخد حاجات تعالي الحرق لو انا حرقي مش شغال زي ما حضرتك قلت في اول الحلقة ان في حاجات كتير بتخلي ان الواحد ماشي على ضايته مظبوط وكل حاجة بس حرق مش شغال ادوية التخصيص ادوية التخصيص بقى فيها شقين مدار ومنافع فيها شقين هي عاملة كده ادوية التخصيص فيه ادوية حلوة جدا ومرخصة وزارة الصحة العالمية ايه دي ايه ومرخصة وزارة الصحة مصرية وبتبقى معتمدة وبتعلي فعلا معدلة الحرق وبتبقى مكوناتها كلها طبعية اه قهوة خضرة اغدر ارفة جنزبيل جارسينيا حتى لوي الاعشاب هي مستوردة من برا بس بتبقى داخلة بلدنا مرخصة وتبقى شركات كبيرة وطبعية وما فاش اصار جانبية خالص فيه نوع تاني ده بقى اللي بيبقى فيه مشاكل ده اللي مجهول المصدر احنا مش عارفينه معمول بقى هنا معمول برا وجين لنا معمول عند حد دقاعد اتنين صحاب يضبطوا مع بعض دي بقى مش بتاعتنا خلص يعني يعني المفروض انا لما اكون بشتغل في حاجة او بكون يعني رايحة يا ستي عند دكتور حتى لو انا ما عنديش من العلم والقدرة كفاية ابقى حتى بس متطمنة ان الحاجة طبعية يعني ده ابسط حاجة سواء اعشاب سواء ادوية سواء حقن سواء دلوقتي كتير بقى دلوقتي كمان فيه ترندات كتير بقى الحقن يعني انا كل ما بفتح بلاقي حاجات كتيرة في مجال التغذية ومجال التجميل كمان يعني دايما الناس ميالة للموضوع ده احنا كمان دخلين دلوقتي على فاصل المدارس والجامعات الولاد الخارجين من سنوية عامة اغلبهم دنيتهم مش مزبطة جسمهم مش مزبطة لكن مش مضرة الجسم مثلا مش بياخد عليها وبعد كده اللي هي لو هي طبعية فما يخصش لأن انت الدواء اصلا انت بتخديه فترة يعني انت ما بتخديش الدواء طول عمرك الدواء او الحقن او الاعشاب او ايا كان هو مفيش حد عايش عليها جميل انا بخدها فترة خسيت بس ابقى اخد الموضوع جدي يعني انا مثلا ايه هعمل دايت مثلا ستة شهور فانا ماشي ستة شهور دايت وعلاج وعلى حسب حالتي منا ممكن حالتي ما تستدعيش مش عايزة حاجة تسد النفس انا هعرف اعمل كنترول لكن لو انا مش قادر اعمل كنترول يبقى انا محتاجة حاجة تساعدني صح ولا بس ترانوها من الحاجات اللي بنشوفها كتير في بيوت مصرية في بيوتنا الاكلات السريعة الفاست فود الوجبات والاسف الاجيال الجديدة متعودة بشكل ايوة انا بعاني والاجيال القديمة برضو احنا بتعلم الولادنا وبنقلدهم بيطنة في جزء طيب لا احنا خلينا انها احنا يعني فيه لازم طبعا لان خاصة هو بقت من حياتنا واحنا مش عايزة نعمل كنترول على الولاد ان احنا نمنع خالص بس نخليها مقننة يعني مقننة يعني ايه يعني اقل القليل يعني مثلا انا بشوف مثلا الناس او الولاد اللي بيجوا لي مثلا بيتابعوا معي سواء اللي عندهم مقاومة انسرين او سكر او عندهم وزن زيادة او عندهم كمان على فكرة سوة اغزية بيبقوا مستنيين اليوم الفري ليه عشان ناكل بقى انا مش عايزة اقول حاجات احلم باليوم الفري ايه اول حاجات انا ببدأ باليوم الفري انا ببدأ باليوم الفري احنا بننبقى باليوم الفري فهو بيبقى مستني يا حبيبي اليوم ده ومحضر لي لسه بقى كده ورقة كده حلوة كده كبيرة يا عمر من أول بقى مثلا مش عايزة أقول أسامي حاجات علشان بس كلها يعني مفيش حاجة يعني مفيش آيس كريم مثلا لأ ده هو تيك تيك ورا بعضه فلأ صعرات حرارية عالية جدا غير بقى أنها صعرات حرارية عالية طبعا نسبة مصنعات وألوان صنعية ومواد حفظة تدمر الجهاز المناعي تدمر موقه أصلا يعني أنت داخلة تدمر اللي قدامك فطبعا ما أقدرش أمنع تلاتين بند فبخلي إيه بسمح ببند أو اتنين المرة اللي بعديها بيبقى بغير مثلا بناخد حاجة يعني مثلا فشور مثلا لو أنا منعي مثلا الإسبوع ده ممكن أدي هو صحي وفي نفس وقت هيتعمل بالطريقة صحية وبقى مش ضايت أنا دايما نسأل الفشور بيتخل ولا مش بيتخل لأ هو أكل ربنا كله بيخسس وبيتخل إحنا اللي بنعمله بقى بالطريقة حسنا شكرك نورتينا وشرفتينا دكتورة نوها سعيد استشارة تغذية العلاجية صباح الخير صباح الفل وصباح الأمر شكرا لكم شكرا لكم